السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلابنا العزاء ونرحب بكم بدرس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نتكلم عن فروع علم الصوت العلم الذي يهتم بدراسة علم الأصوات اللي هو الفوناتيكس هسا راح نتكلم عن أنواعه شنه أنواعه؟ طبعا أول نوع من عنده هو يسمونه الارتكليتاري فوناتيكس شنه يعني الارتكليتاري فوناتيكس؟ The study of how speech sounds are reproduced يعني كيف يتم إنتاج الصوت أنا المتكلم شلو ننتج الصوت؟ هذا سميه بعلم الارتكليتاري أما الأكوستيك فوناتيكس وهو ثاني علم is the study of the physical properties of speech sounds as waves يعني عملية انتقال الهواء كموجات فيزيائية يعني أنا عندي الصوت أنا المتكلم لما أحتي والمستمع يسمع عملية انتقال الصوت من المتكلم إلا المستمع هذا هو أسميه بالأكوستيك فوناتيكس وثالثا عدنا auditory phonetics شنه يعني auditory phonetics The study of the perception of speech sounds by the air إذن شنه يعني auditory هو العلم الذي يدرس أو العلم الذي يدرس استلام الأصوات يعني أنا أسمع الكلام حالياً أنت اللي قاعدت أسمع صوتي هسه هذا العلم اللي يسميه auditory شلو نستمع الصوت وإلى آخره من هذه الأمور هذا ما أسميه أنا بعلم الـ auditory auditory أعيد مرة أخرى مراجعة خفيفة articulatory نطق الصوت acoustic انتقال الصوت auditory استلام الصوت لهنا انتهى هذا الفيديو أتمنى استفاديته من عنده لا تنسوا تشتركون بالقناة وتبلغون زملائكم عن هذه الفيديوهات شكراً جزيلاً شكراً وشكراً وخير